موسيقى معنا سيم صطفا قنطار مدرب فريق الاتفاق المراكوشي سيم صطفا مباراة دراماتيكية مباراة مشحونة فريق الاتفاق الرياضي المراكوشي شخصيات الباطل تستلزم عليه وتتحتم عليه أنه يفوز على جميع المباراة وخاصة المباراة في مدينة مراكوش سيرتوا المباراة بواحد النوع من الديبلوماسية الكوراوية كي تنقولوا تقييم ذلك المباراة وطموح در فريق الاتفاق الرياضي المراكوشي أولا أخوها تنشكركم وتنشكر الصحيفة تحت مراكوشي الرياضية المعود لها تشيوهات المواكبة دي لها شخص استصابير شكور حتى وأتنشكركم عن المواكبات المقابلة إذا بنعطيه خلاصا لمقابلة تتعاف بأن جميع المقابلات بالنسبة للنادي الفريق الاتفاق ليست بسهلة فهي بمثابة مقابلة تستدر فعنا السقف طموحات للنادي وهذا أكيد أنه تعطينا واحد ضغط شوية تتعاف بأن المقابلة الأخيرة اللي جينا بها ضد فريق ناجح سوس كانت مقابلة للنيسان بكل صراحة كنا ما وجدينش كان فريق ناجح سوس في مستوى كبير ما قدمناش المستوى اللي كانت منتظر منا ونهازمنا بثلاثة الصفر بالفعل هذه مقابلة للنيسان ما نقدروش نعاتبوا اللاعبين دي ونلحقش مقابلة مورا مقابلتي تيتبتوا هذه الشخصية تحت اللاعبين اللي يمكن أن تعتمد عليهم لتحقيق هدف من الأهداف ولكن جات مقابلة اللي كانت غادي تدخل لنا شوي تشك حاولنا نخدمه طيلة الأسبوع تتعاف بأن المقابلة ناجح سوس تبع مقابلة فريق عيت ملول هات الفروق تعجيهات سوس كلها تتلعب واحد الكورة اللي كورة حديثة وكورة كيتانغولوراقية وتتخلق لنا صعوبات كبيرة تعرف بأن المقابلة اليوم مقابلة كما سمى الأخ صابير في العنوان ممنوع الخطأ بالفعل هذا عنوان اللي في محل له عنوان عارض ولكن عنوان تيبيين مدى الأهمية تعتمد المقابلة تنعرفوا ما يمكننا ندروا الغالط الثاني ونخسروا مقابلة أخرى داخل البلاد هي أنا بشكل كبير حاولنا نخدو كيكلتين نخدو المقابلة بشكل ديبلوماسية أو بطريقة بأننا ما غاديش غادي نحاولون نمتصو ذلك الحماس تعفارق فريق بلدية أيت ملول تتعرف بأن فريق أيت ملول اليوم محفز ولا ما محفزش من طرف الفروق هذا شيء عادي جدا صرع على مقدمة الترتيب هذا شيء زعما ما تيقش حاجة في الجانب الأخلاقي ولا الجانب الرياضي ولكن تنعرفوا بأنها مقابلة صعبة كي دخلنا الحمد لله تأتننا لهدف من بعد ضرب الجزاء اللي كان تواضحا حاكم اليوم أنا اللي تندير واحد تحية للحاكم اللي كان قادل مقابلة باقتدار مقابلة كانت قوية عرفت كي تنقولوا واحد المنافسة الشارسة على مستوى وسط الميدان وهذا شيء كنا تنتظروه دونك كان عندنا منوع الخطاء لأننا ناجنا أساليب مختلفة في المقابلة قدرنا نقول لك غرجنا بديزانيماسيون تاكتيك اللي مختلفة على الشوت الأول على الشوت الثاني هذا كان ديمتي يدفعنا أننا مخصناش نتاكبو الخطاء ومخصناش نتلقاو الهدف ضغط كبير ولكن الحمد لله اليوم هو ثلاثة النوقات نصطفى ما بين فرق مراكوش ثلاثة الاتفاق المولوجية الأولمبيك نادي الاتفاق هو أول فريق مراكوش في جدو الترتيب الأسبوع القادم إن شاء الله نحن على موعد مع ديربي مراكوشي مهم وديربي مراكوشي حاسمة بين الأولمبيك والاتفاق الرؤية ديالك لهذه المباراة باعتبارها أنها تكون حاسمة في المصر ديال فريق الاتفاق الرياضي ولا تفريق الأولمبيك مراكوش لا حاسمة ما نقدرش نقولوها لاحقاش مسألات الحاسمة ما تقدرش تحسن قبل ثمانيات مقابلات على نهاية البطولة أكيد أن الأوراق ملعوبة إلا تنتحدثوا ماتماتيكمو قاع الفورق اللي عندها أنها لها مشتعة تربح ثمانيات المقابلات ودير بعة وعشرين نقطة دونك مهم الفورق اللي عندها تخونت بوارة عندها الوبجيكتيف ولكن ما تعنيش أن المقابلة ستكون مقابلة قوية ديربي عادي جدا بحال ديربي اللي تلعب بين ندي الاتفاق ومولوجية مراكوش أكيد أنها ستكون مقابلة كبيرة والحمد لله اليوم الزنات نرى في الشطر الأول هو أن فورق مراكوشية تتنافس وتعطي واحد طبق كوراوي جيد اللي ستعطي الملامح أكثر شكونا هو الفارق اللي ستتنافس على الصعود ما عفنش النتيجة تعتى الأولمبيك اليوم في مدينة العيون اليوم التهيئة النتيجة تعتى فارق الأولمبيك ستعطي معطايا دخورين جديدة ولكن كما قلتها تفقى مقابلة في كوراة القدام ستطبعها الروحة الرياضية فارق الأولمبيك فارق عزيز لدينا فارق مولودية مراكوش فارق الاتفاق أكيد اللي كان عنده الحظ أنه يتنفس على الصعود ستعطي هنا ونصف قولي ونتمنى لما لا أن يكون فارق من ضمن هات الفورق الثلاثة ولا أنا نقدر باش نكون واضح حينما نكون نشتن نهضره من فارق بأن فارق الاتفاق والأولمبيك أقرب اليوم من فارق المولودية اللي ربما ينفس على الباقاء داخل القسم نتمنى أن الحظ يكون حاليف إحدى الفورق من هات الفورق نحن تنتمعوا بأننا نشرفوا اليوم على فارق الاتفاق لما لا أن يكون الصعود إن شاء الله حاليف فارق الاتفاق ونتمنى والخير الجميع وشكرا لكم حضموا فقط